سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة تحية محبة من قلوبنا جميعاً لكم اليوم وبصلي إنه بركات ونعم الرب في حياة كل واحد وواحدة منكم كل واحدة طلبة معونة خاصة من الله اليوم يعطيك الرب حسب غنى محبته ويسبب ويسدد كل احتياج عندك حلقة النهاردة بعنوان المولد أم الميلاد طبعاً العنوان واضح فبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي أنا الحقيقة حسيت السنة دي إنه الوقت مناسب جداً علشان نسأل بعض الأسئلة الهامة في الأمر ده وحب إننا نقول حاجة النهاردة أنا مش يعني مش بصدد في مجرى الحديث عن محمد إني أتعرض للمعضلات الخاصة بميلاده اللي اتكلمت عنها كتير من قبل وفندناها بالأسانيد والبحث وكل حاجة مثلاً زي إنه هو اتولد بعد 4 سنين من موت أبي وأبوه أو ادعاء إنه كان مثلاً فيه نور شافته أمنى لما وهي بتولده أو لما عرفت بحمله أو النور اللي كان فيه جبهة أبوه وبعد زواجه من أمنى اختفى وكل الكلام ده يعني كل ما إلى ذلك من الأحاديث لمحاولة إطفاء قدسية على الحدث سواء كانت أحاديث صحيحة أو غير ذلك من القصص الوهمية اللي يعني قتلناها بحثاً أنا أحطها على جنب مش ده المهم عندي النهاردة وعايز أقول حاجة كمان النهاردة أنا عايز أتكلم بكل احترام لمشاعركم لا أقصد جرح لمشاعر أي حد أنتو بتحتفلوا بشخص أنتو بتعتبروه نبي وأتى برسالة وعايز يعني أني قولنا أنا بحترم المشاعر دي لإني أيضاً بكلم أهلي أنا من خلفها مسلمة وأهلي بيسمعوني فأنا لا أقصد جرح المشاعر لكن أنا حبة أن أنا أضع أمامكم أسئلة هامة وحقيقية أسئلة عندما تفكر فيها ستغير يعني ممكن أنها تغير مجرى حياتك اليوم وحياتك إلى الأبد فيعني إحنا بنمشي كده نعمل الحاجة وإحنا ما بنفكرش أو إحنا بنعملها ليه لأنها بتبقى عادة عندنا يعني سؤال مثلاً إنتو ليه بتحتفلوا بميلاد محمد كل واحد ممكن يرد من مكانه يعني ليه بتحتفلوا بيوم ميلاد محمد أولاً ده ما كانش يعني بدعة ابتدت من يعني عدة سنين أو عدة قرون لكن ما كانش حد بيحتفل بعيد ميلاده وفوقت ما هو كان موجود يعني مش كل سنة يجوا يعملوا له هابي بيرتا وما كانش فيه تورتة ولا أي حاجة ما كانش الكلام ده موجود يعني مع أنه على فكرة الاحتفال بالميلاد كان موجود من قبل محمد لكن أنت وإنتي بتحتفلوا بميلاد محمد ليه الرد ممكن يكون لأنه مثلاً كان الرسول وخاتم الأنبياء بالنسبة لك زي ما قالوا لنا وإحنا بنكبر كده وإنه مثلاً زي ما بنسمع ده كان خير البرية ومنبعث رحمة للعالمين وكانت معجزة القرآن برضو دي حاجة كنا بنسمعها الكلام ده أنت ممكن تقولوا أنا بحتفل بيه عشان كده ده راجل قدم لي رسالة سماوية أنا بعتنقها النهار ده لكن دايماً فيه مستوى أعلى شوية من حتة أنه فقط قدم لك الرسالة اللي أنت بتعتقد أنها رسالة سماوية هو فيه المستوى الأعلى من كده أنه وضع عليه قدسية يعني لتغطية كل ما ممكن تراه من عيوب وشوائب في شخصيته كل كلمات المتح المحفوظة دي عبر الأجيال اتعودنا عليها لما كنت مسلمة اتعلمنا أنه يجب أن نحب الرسول ليه؟ لأنه كان حبيب الله وكل اللي قلته فوق ده بقى أنه كان خير الأنام وخير البرية وكل ده لكن الحقيقة احنا ما تعلمناش نعرف نبحث إذا كان الكلام ده أصوله صحيحة العبارات دي ولا لا هل العبارات دي صحيحة ولا مش صحيحة هل فعلا عرفت محمد وشخصيته بالكامل ولا ما قدم لك من بعض الصور يعني الإنسانية اللي ممكن تكون شكلها كويس ومقبول وأيضا بعض الصور الأخرى اللي قدمت لنا بشكل كده يعني من يدس السم في العسل فيروح لففلك الحاجة كده في شوية عسل ويدي لك السم فيها عشان ما تقدرش تشوف أنه كان في حاجة غلط في الشخصية فيقول لك مثلا تعدد زوجات ويقول لك كان بيتجوز علشان خاطر يعني الأرامل واليتامة والمش عارف إيه هل ده كان حقيقي؟ هل بحثت في زيكاته؟ هل بحثت مين اللي تجوزهم وليه؟ هل بحثت في دوافعه لهذه الزيجات؟ هل بحثت في يعني العدد الهائل من النساء اللي كانوا بيوهبوله نفسهم؟ يعني كان رجل يعني شبعان مش محتاج يتجوز كل ده؟ ليه؟ تقول لك واحد بيوهب استاذ بتوهب له نفسها وهو موافق ومرتاته بتتضرر والجواريب يتضرره وهو موافق ويقول ده يعني خير البري لم يرعي حتى مشاعر زوجاته وبرضه خير البري وبرضه رجل قديس قوي ويعني أنا بحاول صدقوني بحاول أن أنا ما أقولش الكلام يوجع بس لازم نفكر هل وضعت تاريخ محمد كله بكل أحداثه في السيرة مثلا يعني ابن إسحاق كتب الكثير في سيرة محمد وبعدين جي بعده ابنه إشام يهذب هذه السيرة في عهد أبو جعفر المنصور عشرات السنين بعد موت محمد تكتب السيرة بتاعته بقى من الناس اللي جمعوا والناس اللي قالوا أحاديث والناس اللي رووا قصص ويقال أنه أبو جعفر المنصور لما أرى اللي كتبه أبو إسحاق قال لا يعني ابن إشام يعني لم الدنيا شوية عشان الكلام يعني الكلام صعب ما ينفعش أولادنا يقروه ده بالبلد يعني كده بالكلام المبسط فابن إشام شال كتير يقول لك أصله هو شال أشعار وشال مش لا ده مش حقيقي هو أكيد شال قصص وأكيد جمل السيرة بأي شكل يعني كان يناسب هذا العصر ومع ذلك لما تقرأ السيرة اللي كتبها ابن إشام ستجد من المواقف اللا إنسانية واللي لا يمكن أنها تصدر عن فكر الله لأنه هو يعني المفروض أنه هو مقدم رسالة كل ما عملوا في السنة وكل ما قدموا من أفكار في السنة هي مرتبطة بالقرآن ما ينفعش تاخد القرآن لوحده يجب أن القرآن يكون متصل بالحديث ففي مشاكل كتير حطتها كلها قدامك عشان تعرف من تحتفلوا بيه ده يعني هو إيه ما هي ما الذي قدمه محمد لحياتكم الذي قدمه للبشرية ومن هو من هو لو جردت كل الأحداث دي من حياة محمد وأبعثت عنها القدسية هل سترى يعني طبعا ده لازم يجي بعد بحث لما يكون بحث موضوعي مش بحث انتواخده من على النت بحث حد تاني فيه كلام مجمل فيه أراء شيوخ مجملة لا لازم يكون بحث حقيقي وموضوعي تنحي عنه القدسية الدينية هتلاقي إن الشخصية الحقيقية اللي فضلة دي يعني هل سترى إنها الشخصية دي ممكن يبقى مناسب أخلاقيا وإنسانيا وروحيا وإنه هل يمكن أن تضاف إليه القداسة دي بقى وتقول إن ده كلام مقدس الحقيقة أنه بعد البحث ويعني السنين اللي قضناها نقرأ في التاريخ الإسلامي وفي حياة محمد والناتج عنها اليوم نرى أنه ليس لا يمكن أن يكون هناك قداسة لمثل يعني شخص يقوم بهذه الأفعال النهاردة يوضع في تصنيف آخر غير أنه ممكن يكون نبي أتى برسالة سلام أو رحمة أو أمان للناس حتى الأمان من الله غير موجود حتى هو لم يأمن إله مرة تانية بسأل هل عرفت محمد فعلا؟ أم أن يعني اللي بتحتفل به النهاردة ده شخصية في مخيلتك أنت فقط زي معلمونا والسؤال اللي هو محور حديثنا النهاردة ما الذي قدامه محمد للبشرية؟ كل واحد منكم بيسمعني النهاردة يعني طلع لي حاجتين نفعة البشرية كلها مثلا بس يعني أنت طلع لي حاجتين سيب أجوعة من حكاية برنارد شو دي وكل الأسامي اللي قاعدين يعني يلبسوها كلام عكس تماما ما قالوا عن محمد يعني برنارد شو قال العكس يعني الناس وطبعا الموضوع ده تقدم خلاص خلصنا منه الباحث بقى يروح يدور على برنارد شو قال فعلا ايه؟ عن محمد مش الكلام اللي قاله شيخ الأزهر وبالمناسبة شيخ الأزهر وغيره لازم يكون عندهم يعني جراءة ان هما يخرجوا علنا النهاردة ويعتذروا عن الكذب العلني اللي حصل أمام العالم كله على برنارد شو يعني انا لو حفيدة برنارد شو هرفع عليكم قضية بصراحة يعني ده رأيي وعليكم بقى يعني يا إما كده يا إما أنكم توررونا المصادر وفي أي كتاب وبالصورة وبالصفحة لأن هذا الكلام كذب وتضليل للناس وبعدين يعني يعني النصيحة الأخرى اللي بقولها لكل الناس اللي بيطلعوا يعملوا لنا الوعزات اللي بيعملوها في الاجتماعات العامة دي اللي بيبقى فيها الرؤساء والكلام ده كله لما تحبوا تجيبوا ناس يكتبوا لكم الخطب دي أنا بنصحكم إنكم تجيبوا ناس مثقفة متخصصة في كتابة الخطب للسياسيين لأن اللي بتعملوه ده خطب سياسي عشان يعني إيه عشان ما يكتبوا لكمش الخطبات العجيبة دي ولا تفترضوا فينا الجهل والغباء لأنكم أنتم على مرأة ومسمع من العالم كله يجب إننا نحترس النهاردة يعني عايز أقول لكم إنه شهادة العالم الغربي اللي أنتم بتدعوا إن قالوا 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 يعني ما بيعرفش إير عربي أصلاً فما يعرفش كل الكوارث الموجودة في الكتب الإسلامية ويعني الرؤية الحقيقية لكيف كانت حياته هذا الرجل دي مش مهمة أو يا المهم ما الذي قدمه محمد للبشرين ولماذا تحتفل بميلاده ده سؤال أنا عايزة قبل ما نشوف الفيديو اللي جاي ده هو طبعاً في نزاع على إنه الاحتفال بمولد النبي دي حاجة كويسة ولا مش حاجة كويسة وهي عادة ولا هي بدعة وكل بدعة ضلالة ولا لأ وكل ضلالة في النار وكل الكلام ده كله اختلف عليه طبعاً المستويات المختلفة من المسلمين السلفي والشيعي والسني والكلام ده كله كلهم بيعني إيه السنة والشيعة والسلفيين والطوايف المختلفة المراحل المختلفة في التدرج في الدين بتاعهم بيختلفوا على الأمر ده فيه ناس بتشوفوا لأ حرامه بدعم ما ينفعش وفيه ناس بتقولك زي اللي هنسمعه دلوقتي ده بس أنا عايزة أقول حاجة أهمية أنك تحتفل بعيد ميلاد شخص ليه؟ فكر أنت بتحتفل بعيد ميلاد شخص ليه؟ لأنه قدم لك حاجة أنت لازم يعني نفعتك ولا لشخصه هو لأنه شخص مميز جدا قدم حاجة للبشرية كلها مثلا يعني زي مثلا نحتفل بعيد ميلاد رئيس جمهورية قدم حاجة كبيرة مثلا زي هنا مثلا جورج واشنطن مثلا لما الأمريكان يحتفلوا بعيد ميلاده ممكن يعني عمل حاجة أو عمل حاجة فالناس بتحتفل بدا ليه بقى أنتوا بتحتفلوا بعيد ميلاد محمد وهل ده حرام والحلال وليه نحتفل بيه؟ خلينا نشوف رأي الحبيب الجفري تفضل هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله وصلى الله وعلى سيدنا محمد وقالي وصحبه السلام والحقيقة هو السؤال غريب كالذي يسأل هل تشرق الشمس في النهار؟ يعني هو وجود احتمال أو فرضية أن لا نفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمولده هو المستقرب وليس العكس وليس يصحف الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم احتفل هو بمولده كل أسبوع ليس فقط في كل سنة كما صح عنه عندما سئل عن صيامه يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه نعم فما الجدى هذا اليوم يعني الحقيقة أنه واحد هو بيكلم عن حده هو بيحبه هو مقتنع بكلامه لأنه أخذ يعني منحة بيحلي فيه صورة محمد لنفسه لكن أنا عايزة أقف عنده حاجة يعني محمد صام وخلى المسلمين كلهم يصوموا كل يوم اتنين عشان عيد ميلاده يعني ده بيقولك إيه يعني ده هل أنت عارف أنك كنت بتصوم كل يوم اتنين عشان ده عيد ميلاد محمد لو كنت بتصوم كل يوم اتنين وانت بتصومي كل يوم اتنين ومكتش عارفة كده أنا بنصحك أنك أولا تعرفي من هو وبعدين تبقي تصومي علشان يعني الصيام ده يبقى ليه فائدة خليني أخد مكالمة وارجع للنقطة دي تاني معنا الأخ سعيد أهلا بيك أخ سعيد فضل هلو مرحبا أهلا بيك أخ سعيد من المغرب أهلا وسهلا نعم عندي تعليق تفضل نعم أنا من المغرب أهلا بيك أشاهد أنا منذ مدة وأنا أشاهد برامج مسيحية أي نعم كنت أشاهد الأخت آماني والأخ رشيد والأخ وحيد أي ودائما وأشاهد الانتقادات للإسلام وأشاهد ردود المسلمين الشيوخ على الانتقادات التي يطرحها المسيحيون أي ودائما يعني أجد أن المسيحيون يعني ينتقدون بهدوء وب يعني كما نقول بالمغرب يعني بحنانة وبلطف ok لكن الشيوخ دائما يعني حتى في البرامج يعني 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 المهم المحتوى هل المحتوى في الرد اللي بيقدمه الشيخ المحتوى هل حقيقي ولا مجمل علشان نغطي المشاكل لكن احنا اما بنفتح المشكلة بنبعزين نفتحها بالراحة وبهدوء لان احنا بنكلم ناس المفروض انها يعني ما نجرحاش اخت اماني ممكننا نكمل الكلامي اه تفضل ممكن انا اجد المسيحيون يعني عندهم يعني ردود يعني قاطعة يعني بالدليل نعم اكثر شخص احبه هو الاخ وحيد اخ وحيد بركة كبيرة لنا نعم عنده يعني يدخل في التفاصيل بقى لك ادئي بتشاهد البرامج انا بدأت منذ كان عمري ستة عشر سنة وانا الان في عمري واحد وعشرين سنة واو طيب انت شاب صغير وواضح انه ستة عشر سنة يعني بقى لك دلوقتي يعني تقريبا خمس سنين بتتابع قولي البرامج دي غيرت فيك انت ايه يعني كويس انك بتتابع عشان تاخد حاجة فكرية تغيرك لكن المهم قلبك مع الله ايه يا سعيد انا اؤمن بالله انا يعني من عائلة مسلمة في المغرب والبرامج يعني ادخلتني في شكوك دائما يعني يعني خصوصا انا اسكن في مناطق البادية ودائما يعني ابتعد عن المنزل واخرج لمكان خالي جدا واشاهد واشاهد البرامج هناك دائما يعني اشاهد برنامج الاخ رشيد واشرف عزمي الاخ وحيد كله اشاهد برامجهم نسكر الرب وكل يوم يعني نعم ما كنت اظن انني يعني ساقتنع او انني سا اترك ديني يعني كنت اشاهد فقط يعني انا من المشاهدين فقط لكن في لحظة من الايام يعني وجدت نفسي يعني يعني في ورطة يعني وجدت الشبهات التي تطرع على الاسلام ليس لها جواب يعني كل الشيوخ لا يعطوه جواب مقنع اي اوكي وهذا هو كل شيء نعم يعني اشياء اشياء موجودة في المسيحية يؤمنون بها المسيحيون غير موجودة القرآن ولم يتكلم عن القرآن اصلا مثلا مثلا تجسد الله لا يوجد اي آية تتكلم عن هذا او تطرقت لهذا الموضوع مزبوط وفقط يقولون فقط يقولون ابن الله وما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد طيب بس يا سعيد هذا ليس هذا الاشياء التي يقولها القرآن لا لا يؤمن بالمسيحيون المسيحيون لا يؤمن ان الله اتخذ صاحبة وانجب ولدا هذا لا يوجد طيب بس يا سعيد واضح ان انت مازلت في مرحلة بحث لكن يعني الحقيقة انه خمس سنين انت عندك معلومات كتيرة لكن مهم المعلومات دي ربنا عايز يعمل بيها ايه في قلبك انت لم تشاهد البرامج بالصدفة ولم تتصل اليوم بالصدفة وبتسمع علشان ربنا عايز يشفي انت فيك حاجة داخليا وانك تعرف وهو شخصيا النهار ده انا يعني بشجعك انك تصلي وتقول يا رب انا عايز عرفك انت بقى خلاص المعلومات كفاية يا سعيد لكن القلب الى اين يتجه انت عايز يكون لك علاقة شخصية بالله ام لا نعم انا اريد ان تكون لي علاقة مع الله ارا اكتصلي معايا دلوقتي ونطلب ان الله سوى يدي لك يعني اعلانات خاصة عن شخصه خليني اسألك هل انت تؤمن ان يسوع المسيح هو الله انا انا لما عرفت ان الله تجسد في الانسان اللي هو المسيح فقابلت لكن الفكرة القرآنية ما قابلت يعني ان الله اتخذ ولدا ولا ما قابلت لكن عندما سمعت التعليق المسيح علشان خضاف الانسان نعم الخطية التي وردها الانسان من آدم نعم لكن النهار ده احنا انا بكلم سعيد فانا عايزك تعرف ان المسيح جاء عشانك انت يا سعيد وانه وانه المسيح وهو على الصليب انت كنت في فكرو وانت كنت في قلب وهذه اللحظة هو يعني اللحظة اللي ربنا عايزك تاخد فيها الخطوة وتقول رب انا اؤمن بخلاصك انا اقبل خلاصك هل تحب تعمل كده نعم اقول اذا اردت ساقول الان انا انا اريد لكن انا عايز قلبك هو اللي يريد مع الله خلينا نصلي مع بعض نعم من قلبي كل شيء اقوم به من قلبي هاللوية انا سعيدة جدا بك لكن بعد ما نصلي مع بعد لازم نتأكد ان تليفونه معنا يا جماعة لشان خاطر هتصل بيك بعد الحلقة ونكمل المتابعة مع بعض طيب خلينا نصلي مع بعض ربي وإله يسوع المسيح ربي وإله يسوع المسيح يا رب انا اعترف امامك اني انسان محتاج لمحبتك انا اعترف انني انني انسان محتاج لمحبتك وخلاصك ورحمتك اقبلني اليوم ابني ليك اقبلني اليوم ابني ليك وانا اقبل عملك على الصليب من اجلي وانا اقبل عملك على الصليب من اجلي في اسم يسوع المسيح أصلي بإسم يسوع المسيح أصلي هاللويا المجد للرب سعيد أنا فرحانة بيك والسمى فرحانة بيك والرب فرحان بيك النهاردة عايزك تقعد تسمع لأخر الحلقة عشان تسمع أنت من تتبع لأنه النهاردة أنا هتكلم على كيف غير يسوع المسيح شكل البشرية كلها وغير الإنسانية كلها بحضوره الحقيقي في حياة كل فرد مننا ربنا يبركك يا بني ويستخدمك آمين أنا نعم سأتابع سأتابع حلقتك إلى النهاية وأنا دائما أتابع حلقاتك وحلقات أشرف عزمي والأخ وحيد والأخراف أنا متأكدا لكلهم دلوقتي هكونوا فرحانين بشاهدتك للرب وإنت برك علينا يا بني ربنا يبركك وحكلمك بعد الحلقة طيب أشكرا شكرا 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 لكتير شكرا ربنا بشكرك من أجل أنه أنت العامل فينا وأنه أنت العامل في القلوب بشكرك من أجل هذا الطمر اليوم في قلب أخويا وابننا سعيد في اسمي يسوع أمين طيب خليني أكمل يعني الحقيقة أنه كان مهم أن أنا أقف وحتى لو كان ده حياخد نص ساعة من الحلقة ما يهم منيش عايز أقولكو حاجة يعني حكمل جزء بسيط من فكرة ماذا قدم محمد للبشرية علشان لما نيجي نتكلم عن يسوع نشوف الفرق ماذا يعني غير وجود الرب يسوع كالله الظاهر في الجسد اللي مشي على الأرض اللي إحنا فيها واللي تحمل ألمنا وفهم أنفسنا وفهم خطيانا وفهم معاناتنا ومع ذلك أحبنا إلى الصليب خليني أكمل بقى في يعني بقية الموضوع الفيديو اللي شفنا ده بيتكلم عن يعني أنه النبي نفسه قعد يحتفل بعيد ميلاده كل يوم اتنين هذا الشخص كان شخصية مركزة جدا على نفسه وعلى ذاته وعلى يعني إزاي يمجد ذاته حتى الشيخ قال لك إيه هو كمان مجد اليوم ده لأنه يعتبر أنه شخصية مهمة جدا على فكرة أنبياء الله المدعوين لرسالة محددة بيبقوا عارفين أنه هم حملت رسالة فقط وليس لهم قيمة في ذوتهم إلا أن الله دعاه يعني موسى كان شخصية قوية جدا ومع ذلك يعني كان عارف أنه قدراته بردو محدودة قدام الله فربنا حطله أخوي يبقى معنا لي وأخته مريم تبقى معنا لي وهكذا كلهم كانوا عارفين أنهما بيخدموا الإله مش هم يصبحوا آلهة لكن محمد وضع نفسه في مرتبة الآلهة لأنه عظم نفسه وكبر نفسه كتير يعني حتى أنه أما تيجي تفكر كده إيه فايدة الصيام ده بيصوموا لمين بيصوموا لنفسه ولا بيصوموا لله ولا بيصوموا شكر ولا بيصوموا خايف ما تفهمش الاحتفال بميلاد الإنسان عادة الآخرين اللي بيحتفلوا بيك ليه كل التركيز ده على الزات يعني دي دي فكرة خلينا نعديها لكن أنا عايزة أشارك حاجة شخصية دلوقتي فكرتني مبارح وأنا بحضر الحلقة مبارح الحقيقة كان عيد ميلاد أمي وهي انتقلت من حوالي 11 سنة أمي كانت سيدة يعني لها ما لها وعليها ما عليها لكن لما افتقرت عيد ميلادها مبارح اتصلت أو كتبت العيلة وكلمنا بعض بعضنا نكلم بعض علشان نقول أشكر الله ونشكر الله على امرأة عارفت أن المسيح حبها فشفاها فكانت سبب لأنه الرسالة المتروكة لنا كعيلة المسيح المسيح اللي غيرنا كلنا اللي غيرها تغيير إلى درجة إنها أصبحت شهادة لي يجب أن الإيمان يغير الأشخاص ما الذي يغيره إسلام محمد في محمد يعني هو كان قبل الإسلام كان شخصية وبعد الإسلام بقى شخصية جبرة جدا كل الشر طلع فيه دي حاجة لازم ننظر لها برضو خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده سريعا أن الله تعالى تحدث عن عدد من الأنبياء فمجد اليوم الذي ولدوا فيه فيقول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فيسرد الله تعالى من مكارم يحيى ومعالم نبوته ثم يجعل الله تعالى هذه المكارم العظمى التي أوتيها يحيى دائرة في فلك يوم مولده فيقول الله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ثم ينتقل الحديث في نفس السورة عن سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مكارم جرت على يده وأخلاق وشيم وأنوار هداية فيجعل الله هذا متفرعا عن يوم مولده فيقول والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فإذا كانت المكارم التي جرت على يد الأنبياء سيدنا يحيى وسيدنا عيسى تستحق الإشادة والتكريم ليوم مولدهم الكريم فالمكارم التي جرت على يد الجناب النبوي أولى بأن يكون يوم المولد هو الأساس والجذر الذي تفعله طيب أنا يعني ليه خدت المقطع ده لأن الشيخ بيحاول أنه هو يقول أنه محمد كان ليه كرمات ومعجزات واختار أنه لا مش بس كده هو عايز يقول أن يوم الميلاد ده مهم جدا ويوم ميلاده كان مهم زي ما ربنا قال كده والسلام عليه يوم وولدته ويوم أموت ويوم أبعث وحيا زي ما عمل مع يحيى المفروض يعني أنه هو يوحن وعيسى المفروض أنه هو المسيح أولا المسيح يعني معجزاته يعلمها العالم لكن ما هي معجزات محمد ما الذي قدامه محمد للبشرية خليني أقولكم يعني عايز أقرلكم رؤوس أقلام من مقالين مهمين أول أول واحد منهم الحقيقة أنه أنا أعتقد يعني أنه المقال اللي أخد منه كاتب خطبة الشيخ الأزهر وغيره اللي بيكلموا عن يعني الغربيين اللي بياخدوا اللي قالوا كلام حلو عن محمد الحقيقة هتلاقي أنه الأسامي اللي ذكرها شيخ الأزهر هي نفسها معظمها هي اللي ذكرها الشيخ الأزهر وكل اللي بيكلموا على الغربيين قالوا عنه إيه وإزاي ده خلهم يتمنوا أنه يكون محمد كان قائد أولا المقال ده هو بقى إيه بيقول كده أنه خلينا نتكلم هو بيقول أنه أنا عايز أقول لكم إزاي محمد أفاد البشرية أو غير البشرية فبيقول أنه كان في عادات سلبية عند العرب قبل ظهور الإسلام زي زي الأمار زي شرب الخمر والمبهاه بتعطيقها وغلاء ثمنها والكلام ده زي نكحة الاستبداع ويعني اللي هو أنه ستت تعاشر غير جزها أو تعاشر عدة أشخاص علشان تخلف ف وتختار بقى مين زي أم ابن العاص كده يعني وحتة وقت البنات أن ده كان موجود برده قبل قبل الإسلام دي من العادات اللي هو بيعتبر أنها كانت عادات سيئة طيب وقتل الأولاد مطلقا زكور أو إناس من خشية الفقر والكلام ده كله مع أنه يعني الكلام ده كان موجود قديما في العالم يعني في العالم كله لكن الحقيقة يعني أنه في الوقت ده الناس دي كانوا بيتمنوا يكون عندهم أولاد فكانوا بيدوهم للناس تتبناهم ما كانوش بيقتلوا الولاد بالشكل ده يعني دي حوادث نادرة لو كانت حصلت في هذا الوقت دول كانوا بيتمنوا أن عددهم يكبر يعني يعني مش هيجيلوا ولد ويقتلوا لا هو إخا يديل حد يبيعوا حتى ممكن كي العداد السيادة السيادة برضو تبرج النساء بخروج المرأة كشفة عن محاسنة مرة قدام الرجالة يعني اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان يعني أنها تصاحب في أجوزها العصبية القبلية وهي بتاعة أنصر أخاك ظلما أو مظلوما وهو الكلام اللي قاله برضو محمد وقال بس يعني ما تعينوش على الظلم لكن برضو تنصره أنك تمنعه عن الظلم فالتحذب القبلي مع أنه محمد نفسه كان عنده تحذب قبلي غير عادي يعني هو قال أنه أفضل هم القريش لأنه هو منهم مثلا يعني وأنه كان فيه عادات شن الغراط والحروب على بعض على بعضهم بعضا للسلب والنهب وهذا ما قام به محمد برضو ده كان قبل الإسلام وهذا ما دخل في الإسلام وما زال إلى اليوم إلى اليوم برضو الإغارة على بعضهم البعض طيب فقال بقى بالنسبة للعرب فماذا قدم رسول الإسلام للبشرين قال الحجاب قدم لنا الحجاب لأنه هو ده بقى إيه اللي هيحمي النساء الحجاب الذي هو معضلة العالم الآن يعني حتى المسلمين دلوقتي بيتنزعوا الحجاب فرد ولا مش فرد دلوقتي وعندك ناس تثبت لك من القرآن إنه مش فرد إنه أنت معتبر إن ده إنجاز إنه قدم الحجاب يعني كل الناس اللي قبل كده كلهم ما كانوش يعرفوا يبقوا محتشمين أو يعني طب والناس العراء مثلا اللي عمرهم ما ضغطوا في الأماكن الحرة في أفريقيا والكلام ده كل يعني يعني كلام غير منطقي أبدا بالمر وبعدين بيتدعي بقى إنه الإنجيل فيه حجاب للمرأة يعني يعني إنه المرأة لايه الآية بتاعت إن المرأة تغطي رأسها في الكنيسة فطبعا إحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده والآية دي ليس لها علاقة أبدا بالحجاب ما عندي ناش حجاب السيدة العزراء مش محجبة هي كانت لو الصورة اللي موجودة هي صورة السيدة العزراء فعلا دي صورة تخيولية ولكن الوقت ده النساء كانوا بيغطوا شعره ف شعره زي ما احنا عندنا ناس في القرى بيغطوا شعره مالهاش دعوه بالإسلام مسيحية مسلمة بيغطوا شعره مالهاش دعوه أوكي وبعدين قال لك بقى من الإيجابيات بقى اللي رائعة تعدد الزوجات ويقول لك الملحدين ما بيحبوش كده وبيقولوا بقى إننا يعني بيستهزئوا بموضوع الشهوة الجنسية وإنه تعدد الزوجات بيساعد في هذا الأمر هي مالهاش دعوه بالشهوة الجنسية هي تعدد الزوجات بيخرب العائلات اللي احنا بنعاني منه النهاردة مش كده بنعاني العالم بيعاني من موضوع تعدد الزوجات أينما وجد المسلمين ليه لإنها بتعمل انقسام في العيلة وبتزود الطلاق والأطفال بتشرد والستات بتعامل بقسوة وبتعنف ويقولك بقى إيه إنه الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الإسلامي ده إنه المال ما لله والإنسان مستخلف عليه طيب إيه إيه اللي أضافه الاقتصاد الإسلامي يعني خلينا نسأل السؤال المهم ما الذي أضافه الاقتصاد الإسلامي إلى العالم يعني إيه الإنتاج اللي احنا نقدر نقوله من التكنولوجيا والاختراعات حد عنده شوية بترول محاول شوية فلوس بيستثمرها في يعني غالباً بيستثمروها في حاجات في الخارج كمان طب يعني إيه هل الاقتصاد الإسلامي يجيب فكرة ما كانتش موجودة قبل كده المسيحي المسيح قال إنه اعتي مالي قيصر لقيصر ومالي الله لله بيتكلم على الضرائب صحيح لكن هو هنا فرق إنه المال يستخدم في اللي احنا عايشين لي والالتزامات اللي علينا لإنه معطلنا من الله ولإننا ليس لنا شيء في هذا العالم عموماً يعني مش المال إنت مستخلف عليه لا المال لا يهمنا أصلاً يعني لإن الإنسان بيعيش ببركات الله في حياته ويقولك حرم الربا لإن الربا له أثار سيئة على الاقتصاد المجتمع النهاردة طب أهم رجعوا دلوقتي يبيحوا في الاقتصاد الإسلامي الفايدة برضو ما هي موجودة بس بقى لها لفة تانية يعني حد يديني حاجة قالها هنا تكون فعلاً أفادة البشرين لا كل ما قدمناه حتى الآن يعرقل مسيرة حياة البشر يعرقل عايزة أقول حاجة تانية وطبعاً لسه يعني حاطت حاجات كتير بس حاطت بقى إيه اللجوء السياسي في الإسلام عرفت الشريعة الإسلامية مفهوم اللجوء السياسي وشقه تبعت التشريعات الدولية وسبقت التشريعات الدولية في كثير من الأحكام المرتبطة بمنح هذا الحق غريبة جداً مع أنه أنا بشوفش يعني دول إسلامية يعني مش من العادة أن احنا نشوف دول إسلامية بتعمل يعني بتاخد ناس عاملين لجوء سياسي يعني نسبة الناس اللي أخدوا مهاجرين في وقت العشر سنين اللي كان فيهم حروب الدواعش دول وتهجير الناس يعني ألاف الألاف النسبة الأكبر ملايين بقى مش ألاف يعني النسبة الأكبر خدوها الدول الغرب إيه لكن على غير العادة نرى أنه الناس اللي بيخرجوا من الدول الإسلامية هما اللي بيعملوا لجوء سياسي في دول الغرب اللي بتفهم حقوق الإنسان لأن احنا ما عندناش حقوق إنسان في الإسلام عندنا حقوق إسلام بس وطبعاً يعني إيه لازم يحط الزكاة بقى أو الحج من أنه دول كانوا يعني حاجة عظيمة جداً في الإسلام حاجة أخيرة بقى المدهشة جداً اسمعوني كويس عشان تعرفوا إن هناك تعمية لكل ما هو حق وحاجة مرعبة بصراحة اللي أنا هقوله اللي جاي ده النقطة اللي حاطتها بيقول كده حقوق الأسرة في الإسلام وبيقول للإسلام نظم وقوانين تحمي الأسير وقد شرع الله عز وجل الأسر فقال في كتابه حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن يعني يا إما تمنوا عليهم بتاعوا إما بالحرية أو فداء حتى تضع الحرب أو زرع والرسول قال استوصوا بالأسرة خيراً وبعدين بياخد بقى موقف جميل جداً الحقيقة بيقول كده فقد رأى الرسول يهود بني قريزة موقوفين في العراء في ظهيرة يوم قائز فقال مخاطباً المسلمين المكلفين بحرصتهم لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح وقيلوهم واسقوهم حتى يبرودوا كما نهى عن تعذبهم وامتهنهم وحرص الإسلام على الإحسان إليهم فقال تعالى ويتعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسير من صورة الإنسان يعني كونوا يجيب مشهد زي ده وينسى أن يهود بني قريزة زبحوا تحت أقدام محمد ذبحاً يعني من أكتر الناس اللي كانوا وقفين في الحر دول يعني رحمتهم قوي وهموا وقفين في الحر نبي الرحمة ولكن قتلوا جميعاً كل الرجالة كل من أنبت والباقي كانوا أسروا سباك يا جماعة في يعني في مشاكل كبيرة في أنه يتقلن شيء فنصدقه الشيطان الحقيقة استخدم رسول الإسلام في كتبة كبيرة هو قدم كل ما هو ضد المسيح وكل ما هو ضد قلب الله والنهاردة الشيوخ بيعانوا علشان يحاولوا يجملوا كل هذه الأمور لكن أنت وأنا يجب علينا أن احنا نبحث إيه الكتب ده ده حتى يعني أما ما تيجي تكتب مقالة زي دي وتكون هي المصدر لاختاب شيخ الأزهر وكله كلام كتب يعني أنتو كل واحد يعرفين لعبة التليفون على بال ما توصل لك الجملة الأولانية بتبقى كتبة ورا كتبة ورا كتبة تحويرها ولا تحويرها كذا هو ما بين أيدينا اليوم كنت حراركم حاجة تانية لكن يعني هي نفس الفكرة نفس الفكرة يعني فيها يمكن حاجات مختلفة شوية بس نفس الفكرة خلينا نشوف الشيخ علي جمعة وهو يعني بيتأثر ويؤثر على الناس اللي حواليه في قد إيه كانوا الناس بيحترموا الرسول فضل وحدث في المغرب أن بعضهم ادعى أن رسول الله كما وعلى سبيل المعجزة قد ولد من جنب السيدة آمنة فأنكر بعضهم هذا لعدم وروده وتكلم بعضهم أنه ولد من كذا فرأوا فيها إساءة وعدم مراعاة الأدب العالي مع سيدنا صلى الله عليه وسلم وألف فيها الكتان تنبيه الأجياد في أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من المحل المعتاد إلى هذا الحد كانوا يراعون الكلام على سيد الكائنات يختارون الألفاظ التي فيها جلال وكمال الحين مشفقة جدا على شيخ علي جمعة وأمثاله لأنه يعني هو نفسيا بقى يعني عنده كده مشاعر وعمال يعيط لأنهم يعني قد كده كانوا بيحترموا رسول الله ما كانوش قادرين يقولوا أنه أنه الرسول ولد من المكان المعتاد لكن القرآن يتكلم عن فروج النساء عادي عادي وكأنه مثلا هو يعني جاي من عايزين يطفو عليه قدسية مهما حوله عايزين يطفو عليه قدسية تشبه قدسية المسيح عشان يبقى له قصة برضو يعني هنسمعه إزاي إذا ما بقلوش قصة لكن الأجيال بتغرب للكلام بنبتدي نفهم فأنا بصلي إن الله يفتح حيونكم ويبعدكم عن كل الأفكار المغطى بالعسل ولكن قلبها سم قاتل قلبها سم قاتل هذا الرجل لم يقدم للبشرية شيء نستطيع إن إحنا نقول ده أفاد البشرية إن كان مسالما في مكة فهو كان معادياً وغازياً وقاتلاً والكثير في المدينة وإلى آخر حياته إن كانوا بيقولوا أنه بيوحد القبائل ويمسك يحطوا الحجر الأسود في جلبيته يجمعهم وكان صادقاً وكان أميناً وكل ده فهو لم يكن بعد ذلك لأنه هو من فرق القبائل وهو أيضاً من قتل الناس اللي خلفوه في الدين هو من أخرج اليهود والمسيحيين من شبه الجزيرة العربية كما أراد يعني لازم نفكر هو المصدر كيف ساعدنا هذا المصدر اليوم خلينا ناخد مكالمة أنا أسفل ما اسمعتش الاسم أخ سامر أهلاً بيك أخ سامر تفضل يا أهلاً وسهلاً فيك أنا حابب أسأل بس عن محاكم التفتيش اللي صارت بالإندلس ممكن تشرحي لنا هيك فكرة عن الموضوع شور عندك تعليق محاكم التفتيش حضرتك لو تقدر تقولي إيه الفايدة اللي أنت ترى أنه محمد أطفاه على البشرين هلأ أنت عب تسأليني سؤال تاني أنا عب تسألك عن سماحة الديانة المسيحية الكاتوليكية فينا نفهم مثلاً أما كنا عاملة حلقة في الموضوع ده نبقى نتكلم فيه شكراً على اتصالك خلص طيب خليني أكمل أنا أحادي أتكلم على محاكم التفتيش ما إحنا تكلمنا في الموضوع ده بلاي كده ويا سيدي طب أنا هعمل لك حلقة على قانونية محاكم التفتيش نعمل حلقة على الاضطهاد اللي حصل من الكنيسة للشعوب ولكن هل الكتاب المقدس يقول ده هل المسيح قال ده دلوقتي هنشوف المسيح سبلنا إيه البشر يخطئوا ولكن ماذا عن كلام الله ما قدمه محمد كان كلام إله لكن النهار ده هنتكلم عن كلام الله الحقيقي عايزة نشوف الفيديو اللي جاي سريعاً لأن دي حاجة لازم نوقف عندها وهو الحدث الأخير لحلفان اليمين لـ 98 قاضية مصرية في الدولة نشوف الحدث ده بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين نظم مجلس الدولة احتفالية كبرى بمناسبة حلف اليمين الخاص بقاضيات مجلس الدولة الجدد والذي يشهد انضمام المرأة للعمل بين قضاته للمرة الأولى في تاريخه هذا اليوم من 75 سنة مضت كان فيه محاولات ولكن يعني تحققت بموجب إرادة سياسية واضحة وفعالة لتمكين المرأة وبموجب تفاعل مع المؤسسات القضائية في وضع هذه الإرادة موضع التنفيذ تبقى للدستور المصري اللي أوجب تمكين المرأة من التعيين في الجهات ولايات القضائية يأتي تعيين القاضيات بمجلس الدولة عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئاباء نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعد توافر الشروط اللازمة للمرشحات الأمر الذي لقى ترحيبا كبيرا داخل الهيئات القضائية ودعما من المجلس القومي للمرأة ألف مبروك لستات مصر قضيات محترمات درسوا وعملوا يعني جهد كبير 75 سنة على بال ما مصر قدرت إنها تدخل المرأة بهذا الشكل المصدر إيه؟ أنا بهني كل ستات مصر وعلى فكرة تلت تربعهم محجباتهم ماشي بس أنا عايزة أقول لك إن اللي حاشك عنده كله هو حديث قاله محمد إنه يا ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة وعايزة أوريكو بقى الصورة اللي جاية دي من تعليق الشيخ المغوار اللي لا يمكن يسيب حدث يكون فيه حاجة تشيد بالمرأة وهو شايف إنها تخلف الشرع إلا لما يحط تعليق مبهم كده فلو سمحت نشوف كده بيقول كل ما وافق الشرع فمرحبا به وأما ما خالف الشرع فلا قيمة له وإن ظنه بعض الناس حقا كبعض ما يصدر إلينا على إنه من حقوق المرأة أو الطفل أو الفرد الحق في من هذه الأمور هو ما اعتبروا الشرع ومعاد ذلك هراء يا 986 اللي أنت أضاليوم الشرع بيقول ده هراء هقف على كده عشان ده بيقولك ماذا قدم الإسلام طيب هاخد مكالمة أخيرة أنا لازم يعني أخذ المكالمة دي بسرعة وأكمل في الكلام على المسيح تفضل حسام أهلا بك لازم توقف الصوت اقفل الصوت اللي وراك حسام طيب لا أنا خلاص عايزة أكمل لو حسام مش جاهز هكمل حسام أقول لك خد شخصية المسيح وضعها بكل أحداثها في الميزان فماذا ستجد؟ أنا بنصحك أنك تقرأ لأنجيل الأربعة وتقرأ الرسائل اللي كتبت عن حياة المسيح وحياة من عاشوا بعد المسيح يقدموا الرسالة عشان تعرف من هو عايزة أقول لكم خبرة شخصية الله يعرف بالقلب إذا عرفته فغير حياتك فتقدر يبقى لك شهادة تقول أنا فعلا عرفت إله حقيقي غيرني وماذا التغيير ده إيه ونعرف ده من الناس البسطاء عايزة أحكي لكم حكاية ستة بسيطة جدا عرفة المسيح في سن كبير قصة الحقيقة الستة دي هي والدة الدكتور إبراهيم السايح وهو زوج خلتي وعابر من سنين طويلة وكان عاش في اضطهاد كبير جدا من أسرته المسلمة اللي اضطهادته ومع ذلك والدته لما شافته وشافت حياة زوجته اللي هي خلتي الأخت هدى السايح قبلت المسيح وفهمت فهمت حاجة في يوم من الأيام كانت بتزور خلتي وجي حد من العيلة مسلم يزورهم وسألوها أنت يعني هو أنت وبقيتوا مسيحيين بيسألوا خلتي مش حمتها فقالت لهم أيوة إحنا مسيحيين ودي رسالة المسيح فعلا وإحنا فعلا تركنا الإسلام وقامت تعمل الشاي ورجعت وهي رجعة سمعت الست الكبيرة دي بتقول له بص يا ابني يعني أنا لو طلبت من محمد وقلت المحمد أن أنا عمية وهو كده ماشي ومعدي من جنبي هيعمل إيه هيديني إيه هيقرالي صورة ولا قرآن ولا عبسة وتولى ولا إيه لكن لو المسيح بقى كان معدي من جنبي هيعمل إيه كان هيديني عنين يبني زي ما عمل في الإنجيل هذه المرأة فهمت من هو الله الخالق البسيطة البسيطة دي فهمت مين هو الإله الخالق اللي أعطاها خلاص وحرية المسيح غير حياة المرأة عموما عبر التاريخ من بعد ما جيئه اللي تأسم بما جيئه ما قبل المسيح وما بعد المسيح ما بعد المسيح نشوف المرأة اللي في محضره زي مريم ومارثة المرأة اللي وضعت في القيادة في الكنيسة والتلمزة والإرسالية والرسالة والبشارة بالقيامة زي مريم والنساء اللي عند الصليب اللي كانوا معاه دايما واللي انتبه ليهم واللي شافهم واللي حتى في العهد الأديم كان شايفهم لما قالت هاجر أنت الله الذي يرى هو ده المسيح الذي يراك ويراني النهر ده دول ليه تبعوه لأنه غير القلب وغير الحياة والنهار ده نحن نعلم أننا ذكر وأنسى واحد أمام الله من الكتاب المقدس مش من أكاذيب القرآن عايزة أقول لك أنه يعني المسيح لو قلت أكبر حاجة قدمها المسيح للبشرية إيه؟ للعالم إيه؟ هقول لك لأنه أحب العالم الكتاب يقول أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وحتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المسيح قدم معايير أخلاقية نعم قدم معايير أخلاقية الناس مش قادرة تفهمها ولا تأمن بيها لحد دلوقتي لأنه مش عارفين ينفذوها من غيره ولكنه أيضا قدم الحب للعالم زي ما هو كده فهو النهاردة بيحبك زي ما أنت كده بكل خطيات بيحبك لأنه فداك مات عنك على الصليب ليعطيك حياة عشان تكون زي الأخ سعيد كده تقول أنا اليوم أرى كنت أعمى والآن أبصر ودي جاهدتي لله في اسم يسوع ربنا يبارككم ويعطيكم فهم روحي أعمق بحضوره كده إلى اللقاء